موسيقى شهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أحييكم في حلقة جديدة من أجندة سودانية ونحن نقلب ملفات السياسة في السودان يوميات الأزمة السياسية في السودان في حوارات مع ضيوف مؤثرين وصانعين للقرار وضيوف أصحاب مواقف سياسية في هذه الأزمة السياسية في السودان موضوعنا طبعا هو امتداد للمواضيع السابقة اليوم موضوع الاتفاق السياسي والمخرج من الأوضاع السياسية المعقدة الآن في السودان نرحب بضيفنا العزيز داخل الستوديو الباش مهندس مبارك أردول عضو اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديمقراطية ضيفا عزيزا علينا اليوم باش مهندس مبارك أهلا ومرحبك رمضان كريم مرحبا بكم أهلا ومرحبك أهلا كل المشاهدين رمضان كريم عليكم ونحن في العاشرة الواخر مرحبا بكم طيب العملية السياسية الآن خلينا نبدأ بآخر المستجدان العملية السياسية بتواجه عثرات كبيرة الناس بيوصفون أنها عثرات في التوقيع على الاتفاق النهاية والناس بيفتكروا أنه دي أنتم في الكتلة الديمقراطية أنه المسألة هي أعمق من أنها تكون اختلاف حول التوقيع فقط مسألة من بدري من إعداد الاتفاق الإطاري وما صاحب هذه العملية ليه بترفضوا التوقيع رغم أنه في جهود مبزولة لإشراككم طيب والله شكرا جزيلا صراحة فيما يخص الجهود لحل الأزمة السياسية في السودان اللي هو طبعا أطلق عليها من قبل من وقع على الاتفاق الإطاري واتفاق الخامس من ديسمبر سموه العملية السياسية طبعا هو كمصطلح من حيث المسمى من حيث المسمى هو خاص بمن سموه على الاتفاق الذي وقع بين العسكريين والجزء من القول المدنية سموه العملية السياسية لكن بالنسبة لنا هو طبعا هو اتفاق سياسي يعني يمكن أن تطلق عليه سناعي أو تطلق عليه سلاسي بالاثنين يعني بيمشوا سناعي بين المدنيين وعسكريين سلاسي بين منهم سلاسي حتى العسكريين ظاطم ما واحد العسكريين ظاطم اثنين يعني الجيش برام والدعم السريع برام وقعوا الاتفاق وأطلقوا عليها عملية سياسية أي هم أقرب؟ هو سلاسي أم سلاسي؟ ممكن سلاسي أقرب لأنه نحن زمان خليناهم كان وحدة واحدة الجيش والدعم السريء كان اسمهم المكون العسكري لا ندري الفلسفة من تقسيمهم لأي واحد على أحد وإن كانهم كأطراف بقولوا ماشي نصنع جيش وطني واحد فقسموهم من الأول وبعد ذلك الآن يعني ظهرت على الآثارات الآن نحن بنرى أنه الاتفاق ده من أوله كان فيه خطأ يعني ما بنية على يعني العبارة دي ملت انتبق 100% لكن ما بنى على خطأ فلا يستقيم ولا يمكن أن يكون صح في يوم من الأيام إطلاقا التصميم شكلا كان خاطئ لهذا الاتفاق وأنا كنت متوقع على قناعة كاملة لا نعلم بالغيب أو أي حاجة ولكن على قناعة كاملة أنه هذا الأمر لا يمكن أن يمشي ولا يمكن أن يستقيم ولو تذكر في الحلقة قبل كده أنا قلت لك ده اتفاق بتاع مراحيم قبل كده صحيح دارة الحدس كان دارة الحدس كان قلت لك اخذ اتفاق مراحيم لن يستقيم فكنت قاري من خلال نصوصه قاري من خلال الأجواء بتاعه والروح بتاع الاتفاق أنه لا يمكن أن يستقيم هذا الاتفاق أن يؤسس لانتغال مستقر ويقود البلاد في توافق يخرجني إلى أبر الأمان طيب ما في ناسة الآن يقولوا أن الاتفاق دقت على شوط كبير الآن فقط على التوقيع حتى الليان فرقت من إعداد المسودة النهائية هي القضايا الكبيرة طبعا حاولوا هم يلزوها يلزوها جدام يلزوها جدام وكلما يلزوها جدام يفتكرون أن في سم خلاص والله الموضو دا ممكن يتعالج الليلة وبكرة الليلة وبكرة نما وضعوا الجدوى وضعوا المواعيد حتى وضعوا الجدوى لقد قلوا والله الجدوى هذا ما يبعني الجدوى كان بيني مواقيد بتاع الصورة 6 أبريل 11 أبريل وكذا حتى الشباب كانوا بيحضروا عشان يخرجوا وكذا 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 لنرى نقول لهم لا والله نحن نجيب لكم وكذا شوف الحاصل كلاته أنا قبيلت جاتني دعوة من واحدة من التنظيمات بتاع الاتحاديين فلقيت حديث منصوب لشريف حسين الهند بيقول فيه أنه يعني سودان دولة بنية على التراضي فلا يمكن لأي عمل يتيم فيه إلا بالتراضي يعني من واحد من التنظيمات الاتحاديين أنا مسكت العبارة اللي قال شريف حسين الهند هي عبارة كأنه يخاطب بيها المشهد أو الوضع السياسي الآن إنه دولة بدأت بالتراضي لا يمكن أن تذهب إلا بالتراضي فلو أي زل يفتكر نفسه باتفاق سناي أو سلاسي مع مكونات عسكرية يمكن أن يقود هذا البلد يحكم به نسأله عن تجربة الإنقاس الإنقاس كان توافق ما بين الحركة الإسلامية والجفهة الإسلامية وجزء من عسكريين تعبعين للجفهة الإسلامية حكموا 30 سنة ولكن لم يأتوا باستقرار نتيجة حكمهم كان انفصل الجنوب ودورة الحرف في دارفور وفي نيل الأزرق وفي جنوب كردوفان والتدهور السياسي اللي أساره حتى الآن نحن عايشين ودخل سودان في غايمة الإرهاب والعقوبات وكذا 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 ده نتاج حكم ما بينهي بالتراضي نحن ما قدرين نجرب حاجة مجردة نفتكر أن العملية دي عشان بناياتها تكون صحيحة وسليمة يعني لا يمكن تدخل مدخلات خاطئة وتتطلب نتائج صحيحة وسليمة طيب كذا خلينا في المدخلات الخاطئة من وجهة نظركم يا باش مهانجيز تعريف الأزمة الآن بيختلف من جهة لجهة يعني الموقعين على اتفاق الإطار هم بيفتكروا أنه المشكلة الأساسي بينهم وبينكم أنه هم بيطالبوا هم ما وقعوا ككيانات مجتمعة وانتوا بتطالبوا أنكم توقعوا ككيان واحد الكتلة الديمقراطية ما صحيح هالكلام طيب من وجهة نظركم شنو المشكلة؟ هو قبل التوقيع قبل التوقيع نحن عندنا وجهة نظر في ما وقعوا حوله زاده عندنا رأيه في النصوص الوقع حوله وفيه قضايا قضايا مثلا متعلقة بالتدخل في القضاء قضايا متعلقة بالصناعة جهاز أمني داخلي وده أمني بديل كيف تدخل في القضاء؟ وضح إلينا واحدة واحدة فيه مثلا في الفغرة ثلاثة في هياكل السلطة المرة ثمانية بيتحدث عن إنشاء مجلس عدلي مجلس عدلي من 11 نفر المجلس العدلي ده بتكون وقوة المواقع على الاتفاق الأطاري بعينها رئيس الوزراء هم بيختاروا رئيس القضاء رئيس النيابة المحكمة الدستورية نحن بنفتكر ده تدخل سياسي من السياسين في الأجهزة القضائية والأجهزة العدلية في البلاد ده عندنا نقطة بتعطخلها ده موجودة في الاتفاق الأطاري عندنا مسألة مرتبطة باللجنة التمكين بنارى إنه لجنة التمكين لا يجب ولا ينبغى أن تكون سياسية نظام الثلاثين من ينو ولكن يجب أن يتم هذا الأمر ويفقى القانون والإجراءات القانونية باستناد على التجربة الماضية كانت بالنسبة لنا نراها تجربة فاشلة لم تستريد أي شيء وقضاء كل اتحامات دينا المالية لما ديتونه ودينه شكرا نحن ما دائرين كلام دائرين الكلام دي يتم زي الإجراءات التمت ما حرم البشير إجراءات كانت عبر النيابة والمحكمة والتقادي وحد الشخص عنده حقوق وكذا في الأخذ والعطاء الحقوق الغانونية لحد ما فصلت المحكمة وكل الناس تابعوا فهذه كانت المحاكمة الوحيدة للاسترداد الناجحة في البلد لكن تموها زملان ندلاك كانت كلها تجربة شنو فاشلة لغلة الخبرة للحماس السوري وتأبرأت ديها أي طبرق لكن بالنسبة لنا تجربة لا يجب أن تكرر طيب دي نقاطكم دي وحدة فين نقاط تانا بتعلق بالأمن الداخلي لا يجب أنه تعامل لك جهاز أمن داخلي تدد أنت قاعد تعاني من سنائية للقوات وفي تعددية بتاع الجيوش وكذا في وضع دي بتاع سودان دي عندنا أكتر من 8 جيش كل مرة نقود تاني في الاتفاقة الغطارية ماس يتعامل لك تاني جهاز أمن جديد ما فيه أمن قاعد إذا فيه مشكلة الأمن دي الصلح لكن لا يمكن تشيليك شنو جهاز أمن جديد جهاز أمن جديد أنت مفروض تدمج كل الجيوش دي في جيش وطني واحد جهاز أمن واحد شرطة موحدة وحدة ده الحاجة يعني يفهم يا باش مهندس إذا ما تم تضمين ملاحظاتهم دي لن يكون في توقيت أيوة قبل ده نحن أول قبل النصات عندنا فيه راي عندنا في النصوص دي راي زاته عشان كده الاتفاق ده ما مخرج بالمناسبة تعاني فيه حاجات متعلقة مثلا بال بعد الجهاز الأمن بعد التمكين بعد ذاك فينا الأجهزة العدلية بعد ذاك الهيكل السيادي فيه نقاش حوله إني يا أخي نحن وهم ذاتهم شايفهم تراجعا كلامهم قالوا هم كانوا قالوا ديرين يعملوا مجلس سيادة رأس مدني واحد نحن قبل ما نتفق على مدني ولا عسكري لازم يكون مجلس مش شخص واحد يكون مجلس لأنه المجلس ده بيضملينا تنوع البلد دي طالما تحكم بالطراضي السودان ده بلد متنوع يجب إن يكون في مجلس في الفترة الانتقال ده يدير السيادة ويمثل السيادة في سودان أي زولة لقى فيه نفسه فهم بعد كتبوا إنه رأس دولة مدني واحد شايفهم تراجعوا قبل كم يوم كده قالوا الله ينعملوا مجلس من تسع عام فارغ صحيحي يفترض يكون مجلس ولا يجب يعني ما فيه يعني إحنا ما كانوا كتصفاوضنا في الوسيقى الدستورية ما كان غاب عننا إنه هل يكون مجلس ولا شخص واحد طيب بعد ذاك إذا حسمت هذه القضايا والقضية دي واحدة من القضايا أو تاني فيه قضايا داخلية تفصيلية داخلية إذا حسمت هذه القضايا الناس بعد ذاك بيمشوا على مسألة كسؤالة اللي أنت قلتوه قلتهم وقوا كأفراد ونحن يدرونه ككتلة أبداً ما صحيح الكتلة الديمقراطية موقفة كالآتي إنه المجلس المركزي مش شال المسمى بتاع المجلس المركزي لكن احتفظ بالتنظيمات المكونة للمجلس المركزي بل بالعكس مش جاب تنظيمات جديدة حليفة له ودخل في جزء منا أطلق عليها قوة انتغال في جزء منا أطلق عليها قوة هو الحراسة والثورة لكن ديل كلهم كانوا يعني تنظيمات المجلس المركزي وحلفاه نحن في الكتلة الديمقراطية المسمى ما مشكلة ما در أنه وقع ككتلة إنه نفس تنظيمات الكتلة الديمقراطية دي تجي تنف توقع على الاتفاق الاطاري هما توقع الاتفاق الاطاري بشكل هذا لا لا ما بشكله داخل الملاحظات يعني عندكم ملاحظتين أساسيات الشكل والمضمون والمضمون بالضبط بعد انتفق عليه في الحالة دي ما بيقبئ الاتفاق الاطاري في الحالة دي بإعلان سياسي شنو جديد بيقبئ طيب ردهم شنو كان والله النقاش ده بدأ من قبل فترة يعني من قبل من ديسمبر ناسنا قاعدوا معاه يعني قبل ديسمبر قاعدوا معاه وقال ليم يا أخي ما توقعوا انتظروا نعالج القضايا لا لا يستعجلهم واشا وقعوا كذا ويهم كذا نعمل كذا الناس يعني تناقشوا معاهم في نقاشات ماكوكية كتيرة في جلسة أولى جلسة ثانية وأنا حضرت بعض الجلسات مع الرئيس مجلس السيادة زي جلستين أنا حضرتها والنقاش ماشي والنقاش ماشي لكن أنا على قناعة إنه الموضوضة ما يبيمشي بالشكل أنه نحن عايزينه ولا هم بالشكل اللي هم عايزينه طيب اللي حمشي شونه اللي بيمشي شوف بعد الأطراف دي كلها تفشل في إنه تقدر تختطف كل موضو ده كله يعني مربوط باختطاف القرار في الفترة الانتغالية دي وتخطيط للفترة المع بعد الانتغالية من منه؟ الأطراف قاد تحاول الأطراف الموقع قاد تحاول كله مرة تجبلات أبررة تقول لك يا أخي دي لغوا السورة دي لوقفهم 25 أكتوبر دي لوقفهم على الانقلاب دي لوقفهم هكذا وفي النهاية دي لن يصفروا بإدارة منفردة للقرار السياسي طيب بالنظر للمعطيات دي كلها في حقيقة تانية باش مهندس إنه المكون العسكري دي طرفين والجيش والدعم السريع كانوا موقعين على الاتفاق الإطار وبيطلعوا في كل مرة إنه نحن مع العملية السياسية يعني أقل لا آخرة كان تصريح رئيس مجل السيادة عبد الفتاح البرهان في إفطار الفريق ياسر العطة لما قال إنه نحن حنقاتل عشان الانتقال المدني الديمقراطي والعملية السياسية طيب ده كلام ربما يفسر إنه العملية السياسية ستمضي إلى الأمام من فريق كباش وغير وغير هو زول ما في زول ضد العملية السياسية عموما بشكلها الحالدة لا لا ما بشكلها الحالدة حتى هو زاطم ولمش أقلم يا أخي الموضوضة حيتعسر فيهم سيالة قال لهم الموضوضة حيتعسر وكذا جيبوا بقيت الناس وكذا ضمنوا الملاحظات وهو قدم مبادرة مرة وفي مرة كان في حديث عن إنه سحب المبادرة تاني جاء قال لا أنا ما سحبت المبادرة وكذا لكن وقع في الأول في الورقة اللي أنتوا على الأول عندكم فيها ملاحظات دي وقع وقع لكن حس الملاحظات دي ذاتا هم كأطراف وصلوا بها وين ما هم أصلا الناس ما كان ينتبهوا للتحذيرات كل كل حس الاتفاق الأطار دي بيمشي قلوا افتكر افترض الكتلة الدموغراطية ما فيش قال دي الله يا خنا انسحفت من الهناء السياسي الاتفاق دي يمشي ما بيمشي لأنه الاتفاق ده ماشي يغير حياك للدولة صراحة أنا بالنسبة للاتفاق الأطار ده ماشي يصنع دولة جديدة أو دولة داخل دولة دولة داخل دولة يعني لو كنت عملك رأس سيادة مدني ورأس سيادة المدني ده لا تخضع له القوات المسلحة أو القوات المسلحة لا تخضع له وتكون انت رأس سيادة براو أو قاعد أعلى براو انت خلقت رئيسين في البلد واضح بعد ذاك ماشي تدي صلاحيات رئيس الوزراء صلاحيات فوق العادة يعين في الأمن يعين الشرطة وبعد ذاك يعين القضاء ويعين النيابة والمحكمة دي السورية وبعد ذاك يكون انتو جهاز أمني بديل حتى يعين المراجع القومي سيادة تراجع من الانتفاق الأول بشكله الأول بعد تحذيرات من جهات والله يا اخي انا ما اقدر اديك كلام قاطع في الموضوع ده وانك احسن هو يجعب هو بنفسه لكن الامر ده واضح انه الناس يبعد درسوا الكلام شاهدوه كده الموضوع ده ما بالشكل التصوروا له لانه مثلا ملاحظة مسألة انه يختار رئيس الوزراء ناسنا قبل كده سألوا القوى الثورة او قوى الموقع على الاعلان السياسي سألناه انه القوى الموقع على الاعلان السياسي ده شنو هو ما كان عارف انه في اعلان سياسي توقع ما كان عارف ما كان عارف انه في اعلان سياسي توقع وانه في اعلان سياسي توقع وانه ناس كذا 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 قال لا اذا الاعلان اجا قلنا انا في اعلان سياسي موقع ارجع على النص المكتوب مكتوب انه اللي بيختار رئيس الوزراء القوى اللي شنو الموقع القوى الثورة الموقع على الاعلان السياسي وده نص ما يزول بخط لك نص زيادة عبسا على أي حال وانت ما موقعنا الليلة نصف لا لا واحتمال ذاته الجماعة ده لحسب تصنيفهم ما شايفينه نقوى الصورة صاد شايفينه نحاجة تعليه الفهم وتإفر وده احتماله أكيد بالنسبة لي والله أنا طبعا ما معني بالتصنيفات بتاعتني لما تشوف حديثهم عنكم في المسائل الزي دي بماذا تشعر هو شوف إذا أريده عنك بلقولك تبرير حتى لو كنت كمال عمر يقولك تبرير يجبوك يخطوك إذا مر عدين عنك حيلقولك شنو يشتموك بالشكل أنهم عايزين على أي حال أنا بالنسبة لي ده بالنسبة لي ما مهم المهم إنه العملية السياسية الحاسية هم عملوها دي وأطلقوا عليها إنه ده حل وده الفرصة الأخيرة دي ما فرصة أخيرة ولا بتبشر بأي حلول ويمكن لأول مرة هدي صعدت الأوضاع داخل المكون العسكري بشكل يعني بشكل خطير حاسي في الفلاد وكده وكل المواطنين السودانيين شايفينه يا جماعة الطريق ده ما يوصل الناس نازلينه مش بله أو الطريق ده حيخلق مشكلة مع بينا سالكيه الناس ما عاشين فيه لشنو طيب أرجع منه أرجع إلى وضع أفضل بالنسبة لينا أرجع إلى وضع أفضل يعني مثلاً على قلب الوسيقة الدستورية بتاعت 2019 بتعديلات تطابق أو يعني تواكب المرحلة الحالية دي والناس همشوا فيها لقد ده كلام جمل طيب في كلام منه القائد من ناوي قال أنه موافق على مقترحة الآلية السلاسية الخاصة بنسبة مشاركة السلطة نسبة تصل لـ 47% طيب الآلية السلاسية نفت تقديم مقترح بالشكل ده هل المشاركة هي الآن المشاركة في السلطة أو نسبة المشاركة في السلطة هي الفيصل فيما بينكم أول حاجة الحديث بتاع 47 ده هل هو حديث صحيح أيضاً؟ هو شف درق حاجة طبعاً ما نسب مشاركة في السلطة نسب مشاركة في أهلية اتخاذ القرار بمعنى شنو؟ يعني إنت قبل بتتخذ الغرار دي يتجيها المرجعية الجهة بتتخذ الغرار دي يتجيها هل هي لو كنت إنت تتجي؟ لكن هو صفت بنا نسبة المشاركة في السلطة لا لا أهلية اتخاذ القرار أهلية اتخاذ القرار أواضح أنا ما كنت قاعد في التنور ده وتيما بتاعنا المشا وقابل الأهلية وكذا وعرضوا ليما الكلام ده نحن جورونا كلنا كنا قاعدين عافظوا لي ينكر يقول الله يا أخي كذا وكذا وكذا عافظوا لي ينكر الكلام ده ما هيجي الغايد مني ولا غيره من قيادات الكدلة ما هيختاره رغم ده عبسا ولا هيكتبه عبسا لكن صحيح ليس لسي نفت الكلام ما نفوين ما نفوين أنا قريت الكلام ده راجعت موقع العالية ما لقيته ما شفته طلع عن الإعلام في صحف سودانية طلع عن الإعلام والميديا بتاع مجموعة المجلس التصريحات دي ما صحيحة يعني ما عارف لكن ما شفتها في موقع العالية صراحة ما نزلت في موقع العالية ما نزلت لكن في صحف سودانية نزلت منصوب لمنوف في العالية ما جابه ما جابه لكن دمه تماشي مع تصريح القالوا ياسر عرمان تصريح القالوا بابكر فيصل قالوا تماشي معه قام وجاء تصريح لكن ما منصوب لي جهان احنا موضوعنا ما في التصريح ونزلوا بيان الكتلة دي ما ممكن تتخذ القرار في شيء أو يعلق قياداتها في شيء ما لم يكن الشيطة عنده مرجعية وتم النقاش حوله دا الكلام ده لكن فرق أنسموه الكلام ده النقاش حوله شنو عاليات اتخاذ القرار هس نقاشنا في شنو انه أقول لك يا أخي أنه إحنا دايرين واحد أو اثنين من الكتلة الديمغراطية واش انت سمعت الكلام ده دايرين منو جبريل مرة يجب لك منو جبريل أول كانت اثنين أول اثنين تحرير سودان فليكن مسقنا بهذا المعيار اثنين مثلا وكد تجي تغارن تنظيمين مغارنة بتنظيمات الكتلة المؤالة للمجلس المركزي كم ديل ستاشر ستاشر لأثنين دا كم لكم دا حوالي فاصل خمسة من عشرة مغابل مئة لمئة ومفاصل خمسة وتسعين من عشرة فاصل تسعين نحن في الآلية دي بنرى انه مفروض تكون خمسين لخمسين خمسين لخمسين جبت من هناك ستاشر حين ازعته يوازنه نفس الرغم في النهاية انت لازم تخلق ما بتقبل في وضع بتعطراضي او وضع انتغال تدي خصمك نسبة التفوق الاغلبية عليك انت اصبع خصومكم الان بالضبط خصوم ما نحن تنظيمة كتلتين مختلفتين الصراع دا كله حول الكيفية دارة الانتغال فما بتديمهم ميجورتي يكون عندهم ميجورتي او اغلبية ميكانيكية في عالية اتخاذ الغرار بعدها المؤسسات بتجيوا يفقى الآلية دي فده النقاش حول يعني الناس ما يقول لك الله ياخد نسبة اقتصام السلطة افدا دي الآلية بتاعد اتخاذ القرار داخل اللي بتفرق الحكومة اللي بتمشي البلد الكذا 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 فيه لقاءات بينكم الآن وبين بين خصومكم في الحرية والتغيير تحديدا اول اطراف الموقع عموما على الاتفاق اللي طار هل في لقاءات قاد تطهيم لقاءات اجتماعية لكن اجتماعية ما رسمية اجتماعية في رسمية تمت في بيت الطاير حجر ناسنا مشوا عندنا لجنة بتاعد اتصال مشت وهم عندهم لجنة قالي سيما مساعي حميدة ولا حاجة كده المهم وات افر كانت المسميات قاعدوا من جلستين اتناقشوا في اراء من بعضهم ايجابية وفي اراء من بعضهم سلبية وفي يعني وات افر بطبيعة الناس بطبيعة مصالحا بطبيعة تفكيرا من لادارة الانتغال النقاش كان كده النقاش شط كثير من الاطراف حيث الاطراف السياسية بيعيبوا عليكم في الكتلة الديمقراطية الاطراف السياسية من هم ونصفتم بأنهم خصونكم بيعيبوا عليكم في الكتلة الديمقراطية أنكم متسعون لبقاء العسكريين في السلطة في وقت العسكريين بيقولوا أنهم بدارين يطلعوا من المشهد السياسي هل الكتلة الديمقراطية الآن ترغب في بقاء العسكريين في السلطة أو استمرار هو النغاز طبعا غير زي جدوى الآن سيما أن العسكريين أنفسهم وهم قالوا أننا منسحبين من المجال السياسي فالزول ماشى منهم قالوا لا 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 تفضلك خلاص كتر خيرا هل تعتقدين أنه هل تعتقدين أنه دي خطوة كويسة؟ والله إذا جميلنا مهم قالوا أننا ماشيين خليهم يمشون تصفي صالح يعني هل تصفي صالح الاستقرار السياسي في البلاد والله أرى أننا ساريخيا في السودان أي وضع انتغال المسا العسكرية ظلت كانت موجودة كانت موجودة نحن كنا نرى بالنظرة لتجربة السودان أنه يكونوا موجودة لأن الفترات الانتغال هم عليهم بدور يلعبوه لحد ما القوى السياسية توصل لكن التجارب الفاتت لو تتفق معي ما كانت تجارب أفضت لنتائج جيدة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك ربما دارت نوع من التعديل الانتغال المهمة يوصلك للانتخابات فقط الانتغال ده مهمة الانتغال لكن التجارب الماضية في 64 في 85 ووصلت لشنو؟ للانتغالات للدستنيشن بعد ذلك الحكومة وكتجات ما قدرت تتعامل مع الوضع يو حصل عليه انقلابات وكذا وكذا يعني احنا هم قالوا والله يا اخنا احنا ما دارين نقاط خلاص هنقول لهم شنو؟ ده غرارهم هم بنحترم غرارهم لكن هم المشكلة بعد قالوا احنا ما دارين نقاط عملوا شنو؟ ماشي وجرعجيين قاعدين وتفاوضوا واشتغلوا واشتغلوا واشتغلين سياسة وشغلين تحالفات وشغلين سياسة زي مزايزون ما صحيح الكلام ده اذا هم بقولوا ما دايرين بالنهار وبالليل شغلين ما صحيح ما شايفين تطبقوا الكلام هم قالوا نحنا مارقين من السياسة لكن كانوا شغالين سياسة الحقيقة والناس شايفين دي حاجة ينبضي السوء الصحيح كنت تقول نحنا ماشيين بتخلي الغوة السياسية براها تقعد تتفاوض وتناقش وتوصل لحلول لكن هم من مرقوا قالوا نحنا مرقنا اعلنوا في 4 يوليو وتاني يوم طوالي مشوا يتفاوضوا مع المجلس المركزي وقعدوا معهم وكذا 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 لحد ما اوقعوا معهم شنو الاتفاق الاطاري ده هيحسب كيف هل هيحسب انسحاب ولا هيحسب بغاء لصالح طرف من الاطراف اذا دعت اذا كان تم الدعوة الكتلة الديمقراطية للمشاركة في ورشة اصلاح الامن والعسكري هل كان ستشارك ابدا ما ممكن تشارك شنو موقفكم لا معنا نحنا اتشارك كيف اتشارك كيف ات الاتفاق الاطاري اصلا المؤسسة كلها هل تماما تجي تشارك كيف في ورشة الاصلاح الامن والعسكري بشكل مبتور حيات عامل شنو فيو نحنا الاتفاق في اساس وعندنا ها مشكلة عندنا المشكلة في طريقة اختيارات الملفات دي خمسة ملفات والطريقة بتاعة العرض بتاعها والنقاش حولها وكذا مش الشرق الاتفاقية السلام العدالة الانتغالية التمكين الاجراءات الامنية اي ده ورشة من الورج ودعونا كنا ما نشتغل بالكلام ده ما تفكم شنو من ملف الاصلاح الامن والعسكري وعن مخرجات الحديث حتى وجده للدار والخلافات الدار على خلفية والله فانحنا شوفنا الكلام ده اصلا من الاول زي ما قلت لك تصميمه خاطئ اصلا مدخلاته خاطئة عشان كده نتائجه اصلا كان حتكون بالشكل ده ما اكتر يعني نحنا شايفين انه يعني المسألة الترتيبات الامنية دي كلها عموما هي جسمين طبعا السسر السيكوريتي سيكتر ريفورم اصلاح القطاع الامني ده براه الدي دي اار الدمج والتسريح وعادة الانتشار ده براه ده سابق الدمج والتسريح وعادة الانتشار ده سابق في المرحلة الاولى والتصلاح القطاع الامني ده في مراحل متقدمة استراتيجيا الاطراف يتفقوا حولها لصنع الجيش وطني واحد ده ما وقفنا انه نصنع جيش وطني واحد لانه بالنسبة لانه الجيش الوطني الواحد هو اساس التحول الديمقراطي ايه اذا ما بتتكلم عن تحول الديمقراطي تكون انتك مؤسسات امنية كثيرة في البلد اذا كان قوات مسلحة دعم سريع والجيش بتاعت حركات والناس التانين الكل ومين ثلاثة انت شايف فيها جيش بيطلعوا جيش بيطلعوا كده وكأنه نحن يعني في بلد كلها تحولت لما عسكر تدريب مفتوح وكده فالصحيح انه نحن يعني نصنع جيش وطني واحد لو درين صحيح تحول ديمقراطي فده الكلام ده ما في بعد ذاك الحاجة التانية يعني بيتم في وضع بتاع وقف الاعمال العدائية حس انت انا كنت في دارفور قبل فترة التجنيد ذاته واستقطاب القوات وتحريك الآليات وكده ده تصنف في القضايا العسكرية تصنف كأعمال عدائية صراحة انه انه قدر تعمل اصلاح للغطاء الامني بيحصل في وضع بتاع بنسموه وقف الأعمال العدائية التصريحات أعمال عدائية التحريك الآليات أعمال عدائية تجنيد أعمال عدائية يعني ما في مية لشنو طيب على ذلك التحريك الآليات الان مادي في حديث كتير بيادور في تحريك الآليات مشاهد صور الدبابات ومدرعات طابعة للجيش أخبار عن مدرعات تدبع للدعم السريع لا يبشر البلد بخير الكلام ده سببه لا يبشر بخير ما ده كله ده بالنسبة لي أنا بسميه دبلوماسية البود قنب الدبلوماسي ترسناه في العلاقات الدولية القنب الدبلوماسي قنب الدبلوماسي دي الزون بيجيب جيوش وغواته وكده بعد ذلك بيسلم الرشيدة بتاعته شنو السياسية انت بتعين للبود وبتعاين للرشيدة السياسية بعد ذلك مفروض تعمل شنوه فالقامبو الدبلوماسي دي بعملوها دول مع دول بتحرك أسطولك البحري بتحرك أسطولك النووي بتحرك كذا قواتك بتاعت المارينز ولا قوات المشاة البحرية بتجيبهم ولكن ما بتضرب نار بعد التحريك ده كله بتجيب الأجندة السياسية بيجي زون السكرتير كده ظريف بيسلم الأجندة السياسية انت بيدعاين على الحاجة فوق دي بعد ذلك تنفس شنوه دي دبلوماسية القامبو حصلت في الغرب زمان حسل بيحصل داخليا دانا بالنسبة ليه قامبو الدبلوماسي في أجندة سياسية ما متوافقة أي واحد بعمل موبلايزيشن للأسلحة والآليات وكذا 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 لتنفيذ أجندة سياسية ودي ما يجب أن تصلح فيه ما يجب أن تدار هذه الدبلوماسية في الوضع السياسي في السودان سودان ده القوى العسكرية اللي اتنين كلهم بالأطراف المسلحة الأخرى لا يمكن تدير البلد دي بالسلاح وبالدبلوماسية بتاعت البود البدير البلد دي بالسلاح الترادي والتوافق مع بين الأطراف كلها الناس يتوافقوا حول كيفية صناعة مشهد جديد في البلاد طيب عنده هناك أطراف تتهم الحرية والتغيير بينه الحرية والتغيير أصبحت الجناح السياسي للدعم السريع وهناك أطراف تتهمكم أنتم أنكم الجناح السياسي للجيش ويسع الجيش أن يشرككم في السلطة نحن ما جناح سياسي لأي صور نحن شفت الموقفنا دا بتاع الترادي دا أو التوافق دا نحن رافعينه قبل 25 أكتوبر توسيع قاعدة المشاركة الترجوع لمنصة التعسيس وكذا حصلت مشكلة بين الشريكين في قبل 25 أكتوبر الغوات المكونة العسكرة يقول لنا موقفكم صح موقفكم صح بعد شوية الجماعة طلعونا عن إحنا انقلابين أسي أي ذول بقول لنا صح نقول لله شكر جزيلا خليك شو مكانك هناك نحن موقفنا براه الصمو لو ملاحص نحن لا يمكن أن تصنفنا لأي الجهة تصنفنا لك كمكونات حتى ينكلمتك ونكت الدمقراطية قاعدة قبل ما نطلع الفاصل السؤال دا برضو مهم هل يعني يفسر حديثك أوياتك ديابة شوهندسة أنه ندم على بعض الخطوات التكتيكية سياسية اللي كانت في 25 أكتوبر منكم لو رجع زمن الليورة كان حتيتتخذوا نفس المواقف لا 25 أكتوبر لو رجع كنا ما حنعمل نفس الكلام دا أنا شخصيا ما بعمل كلام دا المواقف بتاعني يكون مفصول منه شنو حتى لا يصنف حتى لا يأخذون الناس شنو هل استفاد منه العسكرين موقفكم والله يشوف درا وريك حاجة الصحيح إنه الكلام دا ما كان يجب إن يمشي بطريقة بتاعة القرارات وكذا 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 كان يجب أن يتخص طريق مختلف القوى السياسية ما فتحت شنو المجال إطلاقا نحنا بنواجه ناس ممكن يكون راسم السياسي مغلق لا يقبلوا إلا بالاستراتيجية بتاعت شنو من ودين؟ الوينوينستوائيشن ما عندهم الزملاء مثلا قبل قلت خصوم الناس اللي في الحرور يتغير المجلس المركدي ديل بيشتغلوا باللعبة الصفرية يا يكسبهم يا يكسب الطرف الآخر يكسبهم يهزمهم يا يهزمهم يا يكسبهم فالزول زي ديته يشتغل معه سياسة بيشتغل معه بكل شنو بكل أسلحته فإنته بتبطر لازم ترد ليه دفاعا عن شنو عن النفس فأنا أفتكر إنه الآن 25 أكتوبر ديلة ورجعت نحنا موقفنا كان بكون غير كده إنه أسمع إنته في الموضوع ده تحلوا مشاكلكم براكم لكن ما في زول شنو يجينا إطلاقا لأنه الصح إنه موقفنا ده يظل ندعي له رفع التوسيق عادة المشاركة الحكومة لازم تعاد تشكيلة تمثل كل السودانين وكذا وكذا ممكن يكون اعتصامنا ده قايم قاعدين فيهم وواكبنا مدورة وكذا وكذا لكن ما في أي زول يتبنى على أي جهة ولا أي طرف وكذا حصل ليكم تبني من جهات مختلفة؟ أنت ما شايف براك إنه تم تنسيبنا لفلان ولعلان ولكذا 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 وصراحة يعني مثلا في جزء من الهتافات الناس في سودانين يتحمسوا مع الهتاف حس إذا ناس كتار يتحمس مع الهتاف يتعلينا ما نرجع إلا البيانة طلع وكذا كذا دي أثرت كثير جدا على شنو رفقاء معكم حتى أثرت كثير على الخط السياسي العام وبعد ذلك الخصم يجي بشيل منك شنو النقطة دي وإن كان إحنا مثلا زينا أنا جيت قلت كلام كلامي دي الناس ناس نسوا طبعا كلمت عن سودان نفوق وسودان نفوق وكذا وكذا لا لا دخلوا بجي بمسكوا بسلطوا الضوء عن المشكلة أو الحتة اللي بتنك ممكن شنو ممكن تأثر على خطابك السياسي العام كله في الظل لكن ده خطاب بتاع الجهات ما دارة تدي شنو ما دارة تقدم حلول دارة هي تنتصر مئة المئة أما إنت وكتواجه خصمي زي ده خلاص إنت بتجيل كل أسلحتك وبتشتغل معه بالنهاية أن إحنا الصورة دي كلنا ساهمنا فيها البلد دي كل قدمنا فيها تضحيات عشان تطلع لي قدام إذا رفضنا للنظام السابق إنه يختطف البلد فبالتالي ما نسمح لأي يزول يختطف البلد ده مهما كان أنا جدا نظام السابق أخبركم بعد الفاصل جدا فاصل قصير موسيقى موسيقى الجزء الأخير من جند السودانية ضيفنا فيه اليوم الباش مهندس مبارك أردول عضو اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديمقراطية براح بيك مرة أخرى باش مهندس قضية بدأنا الحديث عنها قبل الفاصل النظام السابق الدولة القديمة الحرسة القديمة والاتهامات المتكررة له والظهور المتكرر لبعض أعضائه بعلاقتهم بالفترة الانتقالية وببعض المشاكل التي تحصل أو المشاكل التي تنبع الناس التي تحصل المسألة دي ربما ظهرت جلية في مشكلة المشكلة الواقعة الآن بين المكونين العسكريين جيش والدعم السريع مسألة التحشيد ومسألة دعم طرف معين على حساب طرف تاني وتبني أن هذا هو الدعم الصحيح مسألة دي انتوا كسياسيين كنتوا بتحاربوا النظام ده في يوم من الأيام بتشوفوا شو؟ بتقولوا من وراء شو؟ والله شوف ديروا ديك حاجة يعني فيما يخص الكلام بتاع النظام السابق وأي زوج شايف حسي الحركة بتاعتهم بقت كل مرة شنو في تصاعب في تصاعب الظهور بتاعهم كل مرة بيكون أكثر شنو جراعة من ما مضعوا من قبل الإسلاميين هم عموما كلهم هم مطالبين بتغيير الأجندة بتاعتهم نحن مبنى من العيز والشرط لكن أجدتهم اللي أصلا حكموا بعض البلد لا يمكن السودانين يقبلوا بيها أولا نحن ظلنا في حرب يعني من الإنغاز بدأ الناس ظلوا في حرب ومعارضة لا لحد ما سقطت السودانين ممكن تاني بشكل أو بآخر هيتوحدوا إذا نفس الأجندة دي حاولت تطل تاني براسها من جديد ممكن تناصر الخلافات دي في أقل شنو في أقل من اللحظة ده واحد اتنين السبب شنو الخلع الظهور ده بيقى واضح كده السبب إنه في قوة مدنية متعنتة وتفتكر نفسها دارة تتفرد بالانتغال السياسي دارة تقصي والناس من المشهد السياسي دارة تستغل دي هذا الدولة بدون السلطات القانونية وكده دارة يعني بشكل بتاع الزندية وبشكل لا يحفظ على سيادة حكم القانون ده هو اللي بيخلي رد الفعل بيجي من الأطراف التانية سواء كان بيصهر عند القوات المسلحة والدعم السريع خلافي بيصهر بينهم خلاف سياسي واضح بيصهر للمزامة السادقة والكيزان بيعشره بتشفي وانتغام وكده وطوالي بيحاولوا يردوا الفعل يعني يا معا الكلام ده خطر ومخلي اسمه كلام ده خطر على الانتغال خطر على المؤسسة العسكرية خطر على الدعم السريع خطر على الحركات المسلحة وخطر على القوى السياسية كلهم من التمع المدني الصح انه بزرة الخلاف نحن مفروض نستأصلها تماما بزرة الخلاف هي الروح بتاعة الاقصاء والانفراد بالمشهد السياسي في السودان اذا ظل الكلام ده موجود الطوفان جاينا كلنا طوفان جاينا يظل المسؤول عنها الطوفان ده شنو الطوفان ده الاسلامين ده زات الكيزان ده شفت زاتهم ده هو نفجر بها بالطوفان اذا انتو دايرين تعملوا انفراد في المشهد السياسي السوداني بعدها هيجي الناس اللي بيجيوا بيقول لك نحن نستبعد القضاء نستبعد نيابه اللجنة بتاعة التمكين الماضية ما كان عندها سنونه ما كان عندها كده ده المبرضة مسودانين هيعملوا كل ما في وسعهم يطوروا كل ما عندهم من آليات حتى يتحدوك على الكلام ده صفتك بشي ردر تعامل الكلام ده كله طيب فده واحد اثنين المسألة تدخلوا فيها اللغوات المسلحة والدعم السريع ده ان احنا شوفناهم هم في 19 ابريل اتفقوا او في 6 ابريل اتفقوا على منهج واحد انه بيو طالما انت بديت الموضوع ده انا ما ده سؤالي جاي زاته لكن ده سألك في نطاق مين طالما بديت الموضوع عندك رأي في المسألة رأي واضح في مسألة التوقيت بتاع القضية بتاع الدم صح داما سريع في التوقيت ده ونقاش القضية لكن القضية ده اطراض الطرفين العسكريين على نقاش غلطانين الاثنين ما انت في النهاية القضية دي بالنسبة لي أنا دي ما قضية بتاعة الانتغال صراحة هذي قضية ما بعد الانتغال القضايا دي قضايا بتاع التشكيل مؤسسات الدولة وتصوى والتغيير في شكل بنيتها بالذات الغطاع الامني وكذا عندك يا اتفاك سلام اتوقع ما بين الحكومة ولا اطراف المعارضة وطرادوا بشكل او باخر يا برلمان هو بسن مشروع قانون يعني القانون ده باصلاح القطاع الامني حس ازي مثلا ان الناس المشوا حضروا ورشة العمل دي بتاع الترتيبات الامنية مش في ناس في الباب ما خلوهم يدخلوا صحيح اذا انت كنت عضو برلمان هل في ذلك يقدر يمنعك الدخول ما في ذلك يقدر يمنعك الدخول صح اذا في البيانة الخطائية نزلتوا قدروا مش الكحراب يتقطع ما كان صدفة طبعا انت الكحراب ما قادر تسيطر على كيف در تصلح القطاع الامني ما بتقدر الصح ان انت كقوة مدنية امشي اخد لك شرعية اول وتعال تسلح بسلاحة شرعية اول وتعال حتى بعد ذلك نقش الكلام عشان كده انا بفتكر انه لكن هم طيب لما اني سألوا سؤال ده سألت انا كثير من العضاء في الطرف الاخر من الموقعين على الانان السياسي بيقولوا انه هم كيف نحن هنصل اصلا لبرلمان وفي العقبات ولا المتاريس دي زي ما بسموها مثلا يعني مثلا القضية زي قضية تعدد الجيوش دي كيف ممكن انت تصل لبرلمان وفي مشاكل زي انت في النهاية بتتفق على انه يعني حس تقول مثلا جابوا لك صانية بتعط اكل انت درت ابلعها كلها في زمن واحد ما بتشيل من دحبة ومن دحبة ومن دحبة وبتشيل لك بقاط موة في النهاية بتنتهي على انك اتشبعتها وعداك شنو يعني على القلب الصحنين ثلاثة كده انتهو الاولوية الاولى تبدأ بالقضية اللي بتتأسس للانتغال ده وبتنقلك للحكم الديمقراطي ده الاولوية الاولى مثلا تتحضر للانتخابات اللي هو برلمان تقصد يعني؟ ايوه تعملك برلمان منتخب من الشعب اتا زاتك بيدي بيحصنك اتا كمدني بيديك شرعية تتكلم مع اي عسكري بل تستدعيو ما اتا مش يلا في غاية الصداقة مبارح لما اتقريت ورشد يعني اقيف دقيقة على القلب الحتة ده مهمة تستدعيو في انا الليلة لو بقيت منتخب وعضو في البرلمان رئيس اللجنة الامنية انا بيستدعي وزير الدفاع بيستدعي رئيس هي تركان الجيش ما اي بقعد معا في ورشد بيستدعيو بيستدعي غاية الدعم السريع بيستدعي الوزير الدفاع بناديم وبسين مشروعه قانون لإصلاح القتال الامني انا كده بحصن روحي انا وبحصن المؤسس انا بكون منتخب منه لكن انا وقد اكون مواطن ساكت ماشط ساكت وكذا لن احظى باي نوع من الاحترام في مناغشة الكلام ده ولا رايحة ياخده بيه تفتكرون ان كل القضايا ده ممكن لما نجي برلمان ممكن تلغى لا ممكن تلغى ومحكمة ذاتها محكمة ده السورية ذاتها ممكن تلغى الكلام ده عندما مثلا الناس يناقشوا على ترتبات انتخالية ترتبات incarnate في من خص الغطاع الامني ومعه من انتخال عليه فقط مبادئا في من خص الغطاع الامني wide بالمغzung وله يكون قضايا سياسية تجمع أملية سياسية تجمع كل شيء على أطراف المشهد السياسي طيح ، طي Leonardo دماذا ليت م 감� stewards بعدها الناس يناقشوا كيفية اصلاح القطاع اذا الناس لم يت standalone تنفيذي Media ولا النقاش والنقاشات ربما هي ماشية في الأساس ده يعني النقاشات بعيدة عن البرلمان وبعيدة عن الانتخابات قريبة من توقيع اتفاق نهائي وتشكيل الحكومة مدنية وبعد الكلام ده كله يجي بعدها إذا الناس مشت وتم التوقيع بين الأطراف الموجودة حاليا بدون الكتلة الديمقراطية كلها بالأطراف الموجودة الآن وتم التوقيع موقفكم ككتلة ديمقراطية حيث يكون شاء هل سوف أخبرك حاجة؟ وهو طبعا ده يعني افتراط ده افتراط إذا حصل كده مفروض تعمل شنو حصل كده افتراط ده افتراط أنا بزر اديك حاجة لأن القضية ده حساسة وبالمناسة القضية ده ما قادي عاني منها السودان اللي واحده الآن حاليا إثيوبيا عندها نفس المشكلة بتاعت السودان ده كيف؟ إثيوبيا المليشيات بتاعت فانون بتاعت الأمهرة اللي حاربت مع أبي أحمد في حرب ضد التقراي أبي أحمد جاء وصل الاتفاك مع التقراي لدمج الغوات في جيش الوطن الاسيوبي الناس المفروض كان متوقع يعترضوا ديلة التقراي ما اعترضوا وافضوا وشغالين في الترتيبات وماشي حسي قتاش وماشي يقبع الكان ناطق رسم وماشي يقبع حاكم الإغليم وكذا الناس الرفضوا هم ديلة الأمهرة المليشيات بتاعت فانون رفضوا الانتقرايشن حسي الليلة لو شفتها قندر وبحردار وكذا كلها مقفلة وفي عملية بتاعت تمرد شنو؟ واضحة أنا شفت خطاب لأبي أحمد قبل يومين ناشر في التويتر بيتكلم عن الأهمية بتاعت صنع الجيش الوطن واحد في السوبي وكأنه يخاطب الوضع في السودان هنا نحنا ويتكلم عن قضيتين مهمتين القيادة والسيطرة يتكلم عن القيادة والسيطرة هنا دي المشكلة الحسي الناس وعقالها المسألة بتاعت الغيادة والسيطرة دي ليه برزت الان برزت الان لأنه في الاتفاق الإطاري النازل المشوخ خطه إنه رأس الدولة يكون مدني وهو الغايدة العالة للدعم السريع والغايدة العالة للغاية المسلحة هو الغايدة العام للغاية المسلحة هو الغايدة العام وهو الغايدة العالة للغاية المسلحة ظهر اثنين قاعد أعلى في البلد بيقبل غوات المسلحة ما عندها قيادة وسيطرة على شنو على الدعم السري ده سبب الخلاف وده عملوا وهندسوا الاتفاق الإطاري الناس الهندس الاتفاق الإطاري في الصورة دي ارتكبوا جريمة كبيرة جدا في حق البلد وحق الشعب السوداني وحيتحملوا أي حاجة لو حصلت حيتحمل الزولة الكتب من هو الهندس الاتفاق الإطاري هم عارفين الروحة من هندس الاتفاق الإطاري هيتحمل نحن نقول للموقعين دي لكن جوابهم عملوا منوعة أنا ما عارفوه عملهم الناس يقول لك اتفاق خارجي وكذا لكن نحن ما بنمشي بالكلام بتاع الكلام الشعبوي ده إنه الخارج وكذا وكذا لا الكلام ده عملوا الناس الوقعوديين هم عارفين العمل منوعة جميل إنه الكلام ده لو أدى أي تطورات في المشهد السياسي التحشيد وكذا كان قامت طلقة واحدة يتحملوا الناس العمل الاتفاق الإطاري الحوادث بتاعت قتل وصفت بناه حوادث قتل خطيرة وغريبة بتتسم بطابعة التصفيات والاغتيالات لشخصيات غير معروفة لنظاميين وضباط في الجيشة وفي الدعم السريع هنا وهناك بميشوف سرادق عذاب في مدن بم درمان المهندسين في نيالة في وين في وين هل بتعتقد إنه مثل هذه الحوادث عندها ارتباط بما يحدث في المشهد السياسي عندها انعكاسات لما يحدث في المشهد السياسي خصوصا إنها ما كانت بيتم بالطريقة دي ممكن كانت قضايا بتاعت نهب معينة أو توترات أو اشتباكات مسلحة لكن قضية بتاعت عربية تقيف تصفي الزولة الفلاني وتمشي حاجات غريبة اعتقد القضايا دي بتحن الرسائل السياسية بالنسبة لي دي ما حاجات معزولة من المشهد العام في البلد لجنة الأمن القومي واللجنة الفنية للأمن والدفاع يجي بيأخذوا الموضوع ده بما خزجت يعني يعني ما ممكن حتى تحقيق حتى القبض عليهم ليه في صمت يجب تستغربين وفي صمت ليه يعني فيه تحقيق حتى قبضوا الناس زيلوا كده يعني مقدم في الجيش أنا أترحم عليهم كلهم فيه ضابط في الدعم السريع فيه بواليس عساكر وفيه أفراد في الغوات المسلحة ديه الكلام ماتوا واللاحظ في دارفور في وقفة الأغنار والحادث دي قد تتين في مناطق بعيدة من مناطق حركة الكفاحة المسلحة اللي سا ما وقعت للسلام في المدن قد تتين في المدن ديه رسائلة سياسية ودي من وراء شيء النازل بعد يضربوا هل بيمشوا آمنين كده لدينا الأمن وين ليه ما بيطاردوا الناس ديه ليه ما بيقبضوا عليهم ليه ما جاءت أي نتيجة بتاعة السياسية هم من الناس دي ذاته ليه ما في تقصي ليه ما في يعني يعني استجابة كده استجابة كده يعني نهوية بالحادث ده ده كله علامات بتاعة الاستفهام أخيرا 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 يجب الناس في حسر سيناريوهات مستقبل السودان القريب في الشهور الجاية لين بيمدر السودان والله شوف لو الناس زرينهم شوفوا الناس في الاطار ده الوضع مظلم صراحة الاطار ده العمل تفكيق بين الناس أنا عادي أقول الأطراف ده لقدزموا تنازلات لبعضهم البعض المسألة بتاعة الاطار ده أنا شبحتها قبل كده إنه دي السوسط جاء تفرقت هالناس يجب استبعاد الأمر ده وتناسيه وزهاب إلى إعلان سياسي جديد يؤمن لكل الأطراف دي حقوقها ويؤدي إلى توافق بين القوى السياسية كلها إذا حتى أن إحنا دين كأفراد النازات شافونا أن إحنا مشكلة أن إحنا ذاتنا ممكن نمشي وليس أخير ممكن نمشي عشان البلد شنو تصلح أنا حضرت حربين في الجنوب وفي كادوكلي في جنوب كرد المدن اللي إحنا شفناها كنا قاعدين فيها والرفاه الناس كانوا عايشينه حاجة مؤسفة شديد جدا جدا تقدر تتخيل أنا شغال أنا كشخص وداخل أسرتي أنا شغال من 2004 والحرب قامت في 2011 يعني حاجة زي 7 سنوات صح 7 سنوات البيت البنيت كله والصروة الكنستة كلها في الفترة الماضية كنت شغال في المنظمات أنا مركتك كده بس بمطلون وقميص حاجة مؤسفة شديد جدا جدا عربتين شعلوهم وكذا وكذا وحساب في البنك ماليان شنو ده كله انتهى في أقل من 72 ساعة فلذلك أي فرصة نحن في الكتلة الديمقراطية قاعدنا شكلنا هيئة من الرؤسة إنه يمشوا يتحدثوا مع قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع عشان يحصل يعني تنفيس لحدة التصعيد ده والناس يوصلوا لإعلان سياسي جديد الإعلان السياسي الجديد ده يعني يقود لاستقرار سياسي بعد ذاك ونهندس الوضع الانتغالي ده بشكل يكون فيه طراضي وتقديم تنازلات وبعد ذاك الناس يمشي لقدام لكن الناس لو قدرين تمشي ومصر أي واحد درافر درايه البلد ده ممكن تأمشي لانفجار صعب جداً الله إنه لما بعدين الأمن البسيطة اللي من أنا عن بوضع هينتغل إلى كل بغاية البلد وبعد ذاك صعب جداً تنمه ما شو زول المستعد في الوكيد ده يتحمل حرك كله في العالم كله لا جرانا لا الغليم لا الغارة لا العالم وكذا فعشان كده نحن نشيل شئلتنا شئلتنا نحن كسوداني شكراً جزيلاً باشواندس مبارك ردول عضو اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الدموقراطية شكراً لحضورك وليفاداتك ولسعد صدرك على الإجابة للأسئلة شكراً خيرك الله يبارك فيك شكراً لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة لهذه الحلقة من أجندة سودانية لقاءنا معكم يتجدد غداً بحول الله قوته موضوع جديد ضيف جديد وقضية جديدة من قضايا الانتقال في السودان والأزمة السياسية في السودان إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة